عن جابر بن عبد الله الأمصاري عن فاطمة الزوراء علي السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قال ادخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيدك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة اتيني بالكساء يماني فغطيني به فأتيته بالكساء يماني فغطيته به وصلت أنظروا إلي وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قروة عيني وثمرتك آدي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أم أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أدمت لك فدخلا معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرتك آدي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكونا معكما تحت الكساء فقالا وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنتوا لك فدخلا معهما تحت الكساء فأقبلا عند ذلك أبو الحسني علي بن أبي طالد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسني ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هوا معا ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال لأو عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحبان ورئي قد أذنت لك فدخلا علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلا تحت الكساء فلما اتمنى جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفه الكساء وأومأ بيدي ليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم هو عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليها وعليهم وأذنب عنهم روجسا وطررهم تطيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مدنيا ولا أرضا مدحيا ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي أؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسا فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكسا فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومع ذنر وسالتي هم طاطمة وأبوها فبعلها وبنها فقال جبريل يا ربي أتأذنني أم أربط إلى الأرض لأكونا معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مدنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت له فدخل جبريل معنا تحت الكساب فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يكون إنما يريد الله ليذيب عنكم الوج أولى البيت ويطيركم تطيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا أصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيرتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائشا قد استغفرتنهم إلى أن يتفرقوا فقال علي علي السلام إذن الله فزنا وفى زفعتنا ورب الكعب فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيرتنا ومحبينا وفيهم مهمومون إلا وفرج الله هما ولا مغمومون إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي علي السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعب ترجمة نانسي قنقر وطول